وده هتليه بيتكرر عليكو طول الوقت يعني يقولك والله إحنا جماعة لما اللعيب عندنا بيغلط كجهاز فني مثلا بعاقب اللعيب الإدارة تقولك مثلا أنا لما الجهاز الفني بيغلط باقيله أو بجيب جهاز تاني أو بغير في الجهاز الفني الحكام لما بيغلطوا ويتم معاقبتهم إحنا ليه ما بنعرفش ما هو الناس كلها بتعرف إنه اللي عبده تعاقب والمدارب ده مش إشمعنا إحنا ما نعرفش إن الحكام ده تعاقب ما عندناش حاجات اسمها عقوبات كلمة عقوبة دي لما بنقولها بنقول إن الرجل الحكام ده عمل سروق لكن العقوبات الفنية الأمور الفنية ده بتحصل وبتحصل على مستوى في العالم في كلاس العالم وأكبر دليل ماتش ريال مدريد حصل فيه خطأ كبير من أكبر حكام العالم هل الحكام دولا وحشين؟ لا ماش مؤهلين مهماش متضربين وجهزين لكن الأخطاء هتحصل دايما لكن إحنا لما بنيجي نعاقب حكامنا أو بنزبط له أموره إحنا لدينا أساليب تربوية ولينا طرق نعرف نتكلم بها مع حكامنا ونعرف نخليه نديله الحافظ اللي يرجع زي المكان مشكلة مختلفة آه ممكن تقول مثلا أنا مش هقول إن أنا عقوبة الحكام ده مثلا مثلا يعني بالإقافة أربع جولات بجولتين تلات بس على الأقل إحنا حتى كإعلاميين أو كمتابعين عايزين نعرف إيه هي الأفكار بتاعتكم أو أسلوبكم في العقوبات بيبقى عامل إزاي والله أنا الحكام اللي بيغلط في المباراة خطأ أصل عندك المباراة بيحصل له كذا الحكام اللي بيغطأ خطأ فني بس ما أصرش عندك المباراة بيحصل له كذا على أقل إن بقى فاهمين إنتوا شاطرين وبتعملوا إحصائيات وبتعرفوا مين اللي بيلعب ومين اللي ما بيلعبش ومين اللي بيختفي عن بلاك ثلاث مرشات اللعيب إنه يبقى ده معلن هو لا هو مش عيب هو حفظنا حكامنا حكامنا هم قضاء لازم يبقى لهم أسلوب مختلف في التعامل عن الجمهور وعن اللعيب زي ما تقول لحضرتك إحنا كاللجنة حكام مش بنطلب لأن دي أنها تعلن عن اللعيب أخطأ إزاي وعقبته إزاي هي وإسلوبها فده أسلوب إدارة ما ينفعش إن أنا حضرتك قاضي أقول لي قدام الناس إنه ده تعاقب وتاني يوم هيروح لك المباراة أو بعد أسبوعين أو بعد شهر وتقول هؤلاء الحكم المعاقب جالي هؤلاء الحكم اللي كان وحش جالي لا يعني أعتقد إن مش عاركبت الحمدي هل هل هي هل هي زي ما أنت حالك قلت كده أنت قلت حاجة مهمة جدا إنه الحكم كده كده هيخلط مفيش خلاف تأكيد تأكيد وكده كده هيعاقب أو بمعنى يعني بمعنى ألطف شوية عشان أنت مش عايز يعاقب هيبقى عنده مثلا استباعات شوية عشان غلط غلطة فممكن حكم تاني ياخد فرصة إن نشوف لها أي صيغة صحيح بس هي مش عايب يعني حتى لو تعاقبوا أعلن دوت بس العالم كله بيعمل كده هكذا حد في العالم بيعلن عقوبة حكم طيب فيه برة بيعمله حاجة حلوة قوي غير بقى الإعلان عن عقوبة الحكم يعني مثلا لو حكم النهاردة غلط ألاقي مثلا لجنة الحكام نعتبر مثلا في الدول الألماني في الدول الإنجليزي لجنة الحكام روح مطلع بيان اتحاد الكرة بعدية روح مطلع بيان يعني أنا فاكر السنة اللي فاتت كان ماتش الدورتوند بس مش فاكر منافس مين بس تقريبا الماتش ده ضرب الجزائي ما تحسبتش لصالح دورتوند ضيعت منهم الدولي أصلا يعني بزبوط بعد المباراة على طول لجنة الحكام واتحاد الكرة كلهم بيطلعوا بياناتي وضحو أيوة كان عندنا غلط النهاردة وخلص وهنتخذ التدابير اللازمة صحيح احنا لماذا بنعملش كده والله بص دي يعني بتهدي الأوضاع خالص لا لا هو ثقافة مجتمعات احنا احنا بندير كرة الكرة بشكل مختلف الاندية في مصر بتدير الكرة بشكل مختلف عن أوروبا وبالتالي برضو الحكام في مصر بيداروا بشكل مختلف وبعدين ومش هو ضرب الموضوع يعني هو التحكيم هواش أخطاء يا جماعة هو ليه دايما الناس لما بتتكلم على التحكيم بتكلم على أخطائها وعقوباتها وفضيحها ومشاكلها ليه من تتكلمش على نص الكوباية المليانية ليه من تتكلمش على التحكيم المصري النهاردة صح احكيم المهار انا والله انا بتاعي نص الكوباية المليانية اتفضل انا في الحكام احنا عايزين نتكلم على مستقبل التحكيم المصري طبعا يا سلام دي أنا حيب بقوي الكلام مش بها رب من السؤال بس انا عايز لك ان كل الناس بتتكلم بشكل واحد عدائية من التحكيم اولا اولا التحكيم ليس جزء منفصل عن كرة القضاء 100% وتحكيم عنصر زيه زي الإدارة زي التدريب زي الطب الرياضي زي المنفس الرياضي كلنا مكمني لبعض طبعا والصالح العام في الآخر الكرة المصرية صح فلازم نفكر بشكل ده هجيلك بقى بش الجزء الأغلب في هذه الحلقة عن الإيجابيات تفضل وحتى السابقة اللي بتكلم عن هداية هي بس بتوديدها النقطة مهمة جدا أن احنا زي نحسن من الأمر صحيح أنا بكلمك على فكرة أنه حراك بتقولي أنه الوضع عندنا غير في أوروبا طيب لو الوضع عندنا غير في أوروبا في أوروبا ما بيعلنوش عن العقوبات صحيح أما يعني إحنا بقى عن العقوبات أنا أصد لو هنمشي بنفس المدرسة هناك طبعا ما نمشيها هنا أنا متخيل مثلا لو حضرتها دلوقتي بعد مطش الزمالك وسين الأهل وسين وفي غضب وفي بيانات طلعة من هنا ومن هناك رأينا طلعت وقلت أنا كلاج للحكام بعترف بخطأ حاكم النهاردة صحيح وأنا كالتحاد الكرة بعترف بالخطأ النهاردة وهنتخذ التدابير اللازمة شكرا الحكاية خلصت لحد هنا ما فيش إحنا ما عندناش مشكلة على فكرة أن إحنا أنه نقول فيه أخطاء ومعترفين فيه أخطاء فيش مشكلة خالص بس هي القليل عايزة حرافية شوية عشان بتتعامل مع مجتمع ممكن يتقبل ذلك أو لاغي أنت متعرفش رد الفعل يبقى وإيه لأن إنت بتشوف على السوشيال ميديا فيه ناس بتجيب لك اللعب حصلت في سنة سبعين وتقول لك دي فيه مشكلة حصلت في سنة سبعين والناس بتركب مش أنتو أخدتوا الدوري بكرة دي وإحنا أخدنا الدوري بكرة دي أنا ماليش دهو أنا أرى دا أنا بتكلم بصفة عامة كمشاهد أو كراجل بتاع كرة طبيعي فإحنا يعني الموضوع محتاج حرافية شوية في التعامل مع الجمهور المصري صحيح لأن إنت بتعرفش رد الفعل ممكن يبقى لا هو رد الفعل دايما بيبقى سلبي لو ما فيش رد الفعل من جانبكم يعني دا حقي هو بيبقى سلبي أكتر يعني نفضل الناس تخبط هنا وتزعق هنا وبيان يمين وبيان شمال أنا بقول لك لو لا الحكام تلقى تقالية والله يا جماعة أيوة كان في خطأ وعادي أنا وعدك أننا ندرس الكلام دا عظيم جدا أنا مبسوط جدا أننا بدئين من الجزئة دي